تريد ان تموت دفاعا عن مبادئها وقيمها دفاعا عن تحديدها ومستقبلها هذه هي صيحة الشعب المخلصة ايها المواطنون يسمعها الاعداء اليوم كما سمعوها منذ ان انتهت الجولة الاولى معها دولنا اتقوا الله حق ثقاته اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاع حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة